دخل القانون متعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعي الترفيه يحيز التنفيذ وجاء بعقوبات مشددة ضد مخالف مقتضاياته لكن تجار المفرقعات التي يستعملها الأطفال في عاشورة ما زالوا يتحدون القانون ويروجون هذه الموادات الخطورة على مستعمليها والمزعجة لراحة المواطنين تتراوح العقوبات الواردة في المادة خربعو خمسين من القانون المذكور بين السنتين إلى خمس سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية من خمسين إلى خمسمية ألف درهم ويمكن أن يعاقب المخالف بهاتين العقوبتين أو إحداهما لكن قانون المتفجرات لم يفلح بعض في وضع حد لاستعمال مفرقعات عاشورة التي بدأ دويها يهز الأحياء السكنية قبل حلول السنة الهجرية الجديدة بأيام وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في مواكبة قانون تنظيم استعمال المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهوب الاصطناعية بتحسيس المواطنين وأيضا تفعيل المراقبة والزجر والتطبيق القانون وأن جمعية المجتمع المدني لها أيضا دور مركز في عملية التحسيس وكذلك الأباء والأمهات في توجيه أبنائهم وبناتهم لتفادي استعمال المفرقعات وإذا كانت مقتضيات القانون رقم 26 تنص على معاقبة من يحوز دون مبرر قانون مواد أولية أو معدات أو مواد متفجرة أو شهوب إصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية أو يدخلها إلى الطراب الوطني بطريقة غير قانونية فإننا نطالب بتطبيق العقوبات القانونية في حق كل من يتاجر في هذه المواد أو يستعملها بشكل غير قانوني وأن المفرقعات التي يستعملها الأطفال والمراهقون في عاشرة تشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى غيرهم إذ قد تؤدي إلى الحروق وقد تؤدي إلى فقدان البصر لأن المتفجرات المستعملة في شحن تلك المفرقعات تحتوي على مواد سامة قد تؤدي بالبصر نهائيا أو جزئيا وتمت مخاطر أخرى تنجم عن استعمال مفرقعات عاشرة تتمثل في التلوث بمختلف أبعاد ذلك أن المواد التي تتصرب بعد الانفجار ملوثة للبيعة كما أن الانفجارات تحدث تلوثا سمعيا وتخلق ضجيجا وفوضى ووضعا غير طبيعي إن ترويج المفرقعات في الأسواق خلال هذه الأيام رغم ما تعرفه من إجراءات مشددة على جميع المستويات يطرح تساؤلات كثيرة حول كيف يتمكن تجر الألعاب النارية والمفرقعات من إدخالها إلى التراب الوطني وبيعها للأطفال وندعو جميع السلطات المخول لها مراقبة الأسواق والشارع الآم إلى التدخل لاستعمال السلطة الزجرية التي يخولها لها القانون وشكرا اشتركوا في القناة